فأصل الشعار يا ثارات الحسين يا حرف نداء فأصل الشعار يا ثارات الحسين يا حرف نداء وثارات الحسين هنا منادة وهذا المنادة من نوع المنادة المضاف والمنادة المضاف يكون منصوبا هذا هو حكمه الإعرابي ثارات جمع لثار المفرد ثار وهو جمع بالألف والتاء المزيدتين والجمع بالألف والتاء المزيدتين ينصب بالكسرة بدلا عن الفتحة لذا تأتي الكلمة محركة بكسرة يا ثارات الحسين حينما دخلت اللام على هذا التركيب فإن التركيب تحول إلى نوع آخر من أنواع النداء والذي يصطلح عليه بنداء الاستغاثة فجاء التركيب يا لثارات الحسين هذه الصيغة صحيحة وصيغة الأخرى يا لثارات الحسين صيغة صحيحة أيضا هذه اللام التي دخلت على هذا التركيب هي في الحقيقة حرف جر لكنها حين دخلت على المنادى المضاف هنا وجاءت بعد حرف النداء الياء يقال لها لام الاستغاثة وفي الحقيقة هي حرف جر مرة تأتي وعليها فتحة ومرة تأتي وتحتها كسرة تأتي مفتوحة يا لثارات الحسين ومرة أخرى تأتي يا لثارات الحسين فكلمة ثارات مجرورة بحرف الجر هذا فاللام هنا حرف جر عامل المراد من الحرف العامل الذي يؤثر في غيره الذي يعمل في غيره فإنه يجر الاسم الذي يأتي بعده فيا حرف نداء وهذه اللام لام الاستغاثة حرف جر وثارات اسم مجرور بحرف الجر وهذه الصيغة هي صيغة نداء الاستغاثة يا لثارات الحسين فاليال النداء و اللام حرف جر للاستغاثة وثارات جرت بحرف الجر وهذه الصيغة هي صيغة استغاثة و الكلام هو هو مع الصيغة الثانية يا لثارات الحسين فهذه اللام حرف جر وثارات جرت بحرف الجر و الصيغة بكاملها صيغة استغاثة ما هو الفارق بين اللام المفتوحة واللام المجرورة ما هو الفارق بين اللام المفتوحة واللام المكسورة لا ثارات الحسين لي ثارات الحسين الفارق معنوي سأقرب لكم الفكرة بهذا المثال حينما أقول يا لزيد هذه هي اللام المفتوحة يا لثارات الحسين حين أقول يا لزيد يعني أنني أستغيث بزيد حينما تكون اللام مفتوحة فالذي يأتي بعد اللام المفتوحة في صيغة نداء الاستغاثة هو الذي يستغاث به يقال له المستغاث فحينما أقول يا لزيد يعني أنني أستغيث بزيد أطلب الغوث منه ولكن حينما أقول يا لزيد حينما تأتي اللام مكسورة في نداء الاستغاثة يا لزيد ماذا يعني ذلك يعني أنني أطلب الغوث لزيد هو الذي أطلب له أن يغاث ففارق بين المعنيين حينما تكون اللام مفتوحة يا لزيد إنني أستغيث بزيد أطلب الغوث منه ولكن حينما تأتي اللام مكسورة يا لزيد فإنني أطلب الغوث له فكيف سيكون المعنى حينئذ حينما نقول يا لثارات الحسين وحينما نقول يا لثارات الحسين لابد أن نعرف من أن الجار والمجرور يحتاجان إلى عامل لابد من وجود عامل مؤثر في تركيبة الجار والمجرور وهذا العامل المؤثر قد يكون ظاهرا موجودا في الكلام وقد يكون مضمرا مقدرا أنا لست بصدد أن أتناول قواعد علم النحو في هذه الحلقة لكن بعض المطالب لا بد من الإشارة إليها كي تتضح الصورة كاملة بين أيديكم فلا بد من التقدير لابد لابد أن نقدر ما يمثل أن يكون عاملا مؤثرا في الجار والمجرور من الآخر حينما حينما أقول يا لثارات الحسين إنني أستغيث بالذين يحملون في قلوبهم وفي وجدانهم حرارة ثأر الحسين كأنني أستغيث بثارات الحسين التي في قلوبهم فهنا حينما أقول يا لثارات الحسين إنني أستغيث بالثارات التي في قلوبهم وبعبارة أدق إنني أستغيث بهم لأي شيء أستغيث بهم لأجل ثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكن حينما أقول يا لثارات الحسين باللام المكسورة فإنني أطلب الغوث لثارات الحسين أيضا منهم أطلب الغوث من الذين يحملون حرارة ثأر الحسين في قلوبهم إنني أطلب منهم أن يعجلوا أن يسرعوا لإغاثة ثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي هو في قلوبهم إنها الحرارة التي لا تنطفئ ولا تبرد أبدا مثل ما عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله حين حدثنا عن تلك الحرارة التي تصطل في قلوب الحسينيين يا لثارات الحسين استغاثة بثارات الحسين ويا لثارات الحسين استغاثة لأجل ثارات الحسين هذا هذا هو اللفظ الصحيح وهذا هو المعنى الصحيح لغة ونحو وثار دم وثار الحسين دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل اشتركوا في القناة